غير واضح كثيرا ما أراها أحمد إن كنت تتابع ما نراها لو تشرح لنا نعم يعني هذه الطريق التي تصل ما بين بيت لحم والخليل تحديدا عند المفترق قبيل مخيم العروب على ما يبدو هناك نفذت هذه العملية الآن الجيش الإسرائيلي يقول في بيان بأنه وصل بلاغ عن وقوع عملية إطلاق نار ويؤكد إصابة عنصري عنصرين من قوات الأمن في هذه العملية لم يقل بأنهم من الجيش تحدث عن أنهم عنصرين من الأمن ليس واضحا بعد إن كانوا من الشرطة أو من حرص الحدود أو ربما من الجيش الإسرائيلي ولكن تم نقل الإصابات إلى المشافي إلى المستشفى لتلقي العلاج وفقا للبيان الأولي الذي صدر عن الجيش الإسرائيلي قبل قليل لذلك نتحدث عن هذه المنطقة تحديدا في المنطقة المحيطة أو القريبة من مخيم العروب وبلدة أو قرية بيت فجار حدثت هذه العملية وعلى ما يبدو أن هذه العملية استهدفت قوات أمنية إسرائيلية تتواجد في تلك المنطقة عند المفترق أو ما يعرف بمفترق مستوطنات أو مجمع مستوطنات جوش عتسيون الذي يقع ما بين بيت لحم والخليل وعليه الآن يتحدثون عن إصابتين بهذه العملية وهي عملية إطلاق نار بعد أن وصل منفذ هذه العملية واقترب من الإسرائيليين وقام بتنفيذها وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية في البداية كنا نتحدث عن وجود حالة من عدم الوضوح إن كان هناك إصابة واحدة أم إصابتين في هذه العملية ولكن الجيش الإسرائيلي أكد قبل قليل بوقوع إصابتين في صفوف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تتواجد في تلك المنطقة والآن وسائل الإعلام تقول بأنه اقترب منهم من مسافة قريبة جدا وقام المنفذ بتنفيذ هذه العملية وعليه عملية تحدث في منطقة عادة ما تشهد تواجدا أمنيا مكثفا إسرائيليا في تلك المنطقة إن كان من الجيش الإسرائيلي أو حتى من المستوطنين عادة المستوطنون الذين يسكنون في تلك المناطق غالبيتهم مسلحون يحملون رخص لحمل السلاح يحملون أسلحة من نوع مستة عشر أو مسدسات أو غيرها من الأسلحة وقبل أيام قال إثمر بن كفير الذي يسكن في إحدى مستوطنات الخليل تحديدا في منطقة كريات أربع وهو وزير الأمن القومي قال بأنه منذ أتسابع من أكتوبر أعطى ومنح مئة ألف إسرائيلي رخصا لحمل السلاح وهذه نسبة جدا مرتفعة وتعهدة بالاستمرار بهذه السياسة وهي سياسة سياسة توزيع الأسلحة وأيضا منح رخص السلاح للإسرائيليين لأنه يعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى تقليل الخسائر في صفوف الإسرائيليين الذين يكونون أو يتواجدون في الشارع إذا ما حدثت أي عملية أو أي تطور أمني وعليه نتحدث عن عملية عملية إطلاق نار في منطقة الخليل في مجمع استيطاني يقع في تلك المنطقة واستهدفت قوات أمنية تابعة للاحتلال الإسرائيلي يعني مبدئيا من خلال ما نعرفه من معلومات شحيحة أولية أحمد عندما نقول بأنه يقول الجيش الإسرائيلي بأنه تمت إصابة عنصرين من قوات الأمن لم يحدد إن كانت من الشرطة أو حرس الحدود أو الجيش هل يعني ذلك بالضرورة بأن المنفذ لم يدخل إلى المجمع الاستيطاني بمعنى أنه يوجد هناك حواجز أمنية وهو كان عند أحد هذه الحواجز الأمنية هل هو كذلك يعني هو نعم هو المنطقة التي حدثت فيها هذه العملية هي قريبة من الشارع الالتفافي أو ما تعرف بالشوارع الالتفافية والتي بدأ الاحتلال بشقها بعد توقيع اتفاقية أوسلو أو حتى بعد بداية الانتفاضة الأولى في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في محاولة لتأمين مرور المستوطنين على هذه الشوارع تمر السيارات المركبات الإسرائيلية ومركبات المستوطنين الإسرائيين المنطقة التي نشاهدها بالفيديو هي قريبة جدا من الشارع الالتفافي بمعنى أن هذه العملية لم تكن في قلب إحدى البؤر الاستيطانية أو المستوطنات الموجودة في تلك المنطقة ولكن كانت قريبة جدا من الشارع وها استهدفت قوات أمنية تواجدت في تلك المنطقة وعليه لم يدخل المنفذ إلى داخل أي مجمع أو أي منطقة أو أي مستوطنة من المستوطنات القريبة من تلك المنطقة ومن ذلك المفترق في مفترق مجمع جوش عتسيون الاستيطاني ولكنه قام بإطلاق النار نحو الاحتلال الإسرائيلي وأصاب إثنان على الأقل يعني الآن تؤكد وسائل إعلام إسرائيلية طبيعة الإسرائيليين المصابين تقول بأنه إصابة جنديين إسرائيليين بعد تنفيذ فلسطيني عملية إطلاق نار في غوش عتسيون شمالي الخليل إذن تم تأكيد بأنه تمت إصابة جنديين إسرائيليين بعد هذه العملية أحمد من خلال أيضا هذا الفيديو الذي يعني يشرح لنا ويعطيك صورة أوضح أين تمت هذه العملية وكما قلت بأنها لم تحدث داخل بؤراء السيطانية وإنما على شارع ربما قد يكون مؤدي